أفضل الأيام عند الله جل وعلا هذا اليوم العظيم الكريم الذي يتفضل الله جل وعلا ويدن من عباده إنه يوم عرفة يا من أكرمك الله جل وعلا بالوقوف بعرفة دونك كل أسباب الرحمة وكل أسباب المغفرة هنا تتنزل الرحمات وهنا تعطى الأعطيات ومن لم يستطع أن يقف بعرفة فليقف مع ربه تفرق الآن لربه جل وعلا إياك أن تفطر هذا اليوم فتفوت سنتين من المغفرة فضلا من الله جل وعلا وكرما اجلس بين الله جل وعلا في خلوة يعطيك الرزق والعطاء والفضل اغتسل من بدنك واغتسل من ذنوبك فإياك أن تقع في ذنب في هذا اليوم أكثر من الذكر لا سيما ما اختاره الله ورسوله لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد بيده القير وهو على كل شيء قدير أكثر من التكبير والتحميد والتهليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر للحمد ادخل أعطياتك ذربك الآن تضرح إلى الله جل وعلا بكل ما تريد من الدنيا ومن الآخرة الفردوس رفقة النبع السلام دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب النجاح من صدائد القيامة التخفيف في سكرات الموت القبر روضة من رياض الجنة ادعو الله جل وعلا بالآخرة قبل الدنيا فهي الباقية وسل الله الرزق وسل الله إيديت الأولاد وسل الله صلاح الزوجة وسل الله السعادة في الدين والدنيا والآخرة تضرح إلى الله جل وعلا بكل ما تريد فوالله إنه يقبل الدعاء فوالله يستحي أن يرد السائد تضرح إلى الله جل وعلا ولا تفوت لحظة في هذا اليوم كل من ضيع وقتك كل هذا فراك بيني وبينك ابتعد عنه اجلس مع ربك جل وعلا اقرأ قرآن أكثر من ذكر الله أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام لكن أكثر ما يحبه الله في هذا اليوم التلبية للحجاج والتكبير والتحميل والتهليل لغير الحاج والحاج كذلك نسأل الله تعالى أن لا ينفلت هذا اليوم عنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور ورحمة تملأ القلوب والصدور إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مباركة نبي محمد الحمد للذك وبرك العالمين شكرا